عشرون مترشحاً للانتخابات الرئاسية الليبرية المرتقة بتنظيمها في العشر من شهر اكتوبر القادم لخلافة رئيسة البلاد إيلين جونسون وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية في العاصمة مونروفيا ومن بين المترشحين العشرين امرأة واحدة تدعى ماكدالا كوبر أربعينية عارضة أزياء سابقة وتعمل حالياً بمؤسسة خيرية لمساعدة الأطفال المتخلى عنهم اللاعب الدولي السابق جورج ويال حاصل على جائزة أفضل لعب في العالم عام خمسة وتسعين تسعمائة وألف من بين المتسابقين للمرة الثالثة على رئاسة ليبرية إذ سبق وأنفس رئيسة البلاد الحالية إيلين جونسون عامي ألفين وخمسة وألفين وأحد عشر وفازت عليه وتساند جورج ويال عضو مجلس الشيوخ جويل تايلر السيدة الأولى السابقة للرئيس الليبيري السابق تشارل ستايلر الذي حكم البلاد خلال الفترة ما بين سبعة وتسعين تسعمائة وألف وألفين وثلاثة ويشارك في السباق الرئاسي المرتقب كذلك نائب الرئيسة الحالية جوزيف بواكي المدعوم من طرف الرئيس منتهية الولاية جونسون سيرليف ويشارك في السباق الرئاسي المرتقب كذلك نائب الرئيسة الحالية جوزيف بواكي المدعوم من طرف الرئيسة منتهية الولاية جونسون سيرليف كما يشارك في انتخابات اكتوبر الرئاسية في ليباريا زعيم المتمردين السابق برينس جونسون الذي يوصف بأنه مهندس عملية مقتل الرئيس الأسبق سامويل دو وينافس في الرئاسية الليبارية القادمة فاعلان اقتصاديان لهما شهرة في البلاد أحدهما يدعى بنوني بوري وهو المسيطر على قطاع الهواتف المحمولة في البلاد والثاني يدعى ألكساندر غومينكس وهو الرئيس السابق للشركة كوكاكولا في إفريقيا اشتركوا في القناة